موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباط يعلن عن تأسيس نقابة جديدة ويدشن عودته بمهاجمة عزيز أخنوش والحكومة ومهاجمة حزب الاستقلال ألن حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عن تأسيس نقابته الجديدة المقربة من جبهة القوى الديمقراطية التي انتم إليها أخيرا تحمل اسم اتحاد القوى العاملة بالمغرب مدشنا دخوله النقابي الجديد بانتقاد الحكومة ودشن شباط عودته الجديدة إلى الساحة النقابية بمهاجمة الحكومة في خطابه حيث انتقد استمرار اعتمادها على نظام التعاقد في قطاع التعليم وقال قانون التعاقد كارثة على مستقبل البلاد مضيفا أنه لا يمكن أن لا يكون التعليم في مستوى طموحات الشعب والمدرسة يجب أن تكون من أولويات الحكومة واتهم شباط حكومة عزيز أخنوش كذلك بالزيادة في الأسعار دون التفات إلى القطاعات الاجتماعية وقال هذه الحكومة من اطلعات هي في زيادة في الأسعار ولم تتقدم في أي قطع الاقتصاد منهار والفنادق في البيع والصناع التقليدي انتهت والمعامل تغلق اليوم يوميا كما وجه انتقادات بالجملة لحكومة أخنوش وقال بأن النموذج التنموي في مهب الريح مع هذه الحكومة لأننا لحد الآن لا نسمع سوى المشاكل وتابع تبين أن ميزانية الحكومة في واد وشعاراتها في واد آخر بعدما جعل المواطن يحلم بالجنة خلال الحملة الانتخابية ولم يترك شباط فرصة إلقاء كلمته دون توجيه رسائل مبطنة إلى رفاق الأمس في حزب الاستقلال معتبرا أن سياسة حفرلين حفرليك لا تصلح وزاد السياسة التي تقوم على طرد مناضلين قدوا معك سنوات في النضال واستبدالهم بآخرين لا تصلح إلى ذلك أكد حميد شباط أن النقابة الجديدة تسعى إلى التعاون مع مختلف النقابات خدمة لمصلحة الطبقة العاملة اذكر أن حميد شباط سبق أن ترأس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال قبل أن تتم الإطاحة به سنة 2017 وانتخاب النعمة ميارة كاتبا عاما